بسم الآب والابن والروح القدسة لله الواحد أمين الإصحاح الحداشر والإصحاح الحداشر بردو زي الإصحاح الحداشر مقسوم لنصين النص الأولاني الكديس بولس الرسول بيناقش مشكلة وهي مكانة الرجل والمرأة ودور الرجل والمرأة وفي النص الثاني من الإصحاح بيناقش كدسية الكداس الإلهي ووليمة الأغابي اللي بتسبق الكداس تعالوا نبدأ مع بعض أنا بمدحكم يا إخواتي لأنكم ما زلتم بترجعولي في كل شيء عشان تحفظوا التعليم اللي أنا سلمته ليكم بس أعايزكم تعرفوا حاجة رأس المسيح هو الله يعني المسيح خضع للآب بالرغم أن هما الاتنين متساوين ومن نفس الطبيعة كذلك المرأة تخضع لرجلها بالرغم برضو أن هما متساوين ومن نفس الطبيعة والراجل رأسه المسيح علشان كده كل راجل بيصلي وهو مغطي رأسه كأنه مغطي المسيح فده لا يليق لكن المرأة لو صلت في الكنيسة ورأسها مكشوفة شكلها لا يليق لأنها بتتشبه بالكاهنات الوثنيات اللي عندكم في كورنسوس اللي بيصلوا هما مكشوفي الرأس لأن طبيعة صلواتهم وطبيعة عبادتهم فيها نجاسة وفيها تعليم غريبة فبيقصدوا يكشوفوا شعرهم بالشكل اللي لا يليق ده أثناء العبادة لكن أنا لما بشوف واحدة في الكنيسة شعرها مش متغطي فأنا كأني بشوفها بمنظر مؤذي كأن شعرها محلوق بالضبط هل تفتكروا أن جيد للمرأة أن يكون شعرها محلوق؟ أكيد لا عشان كده تغطي رأسها ده الأفضل لكن الراجل ما ينفعش يغطي رأسه لأنه هو صورة الله ومجده كأنه بيغطي صورة الله ومجده لكن المرأة هي مجد الراجل وده إنسان فلما تغطي رأسها كأنها بتغطي مجدها الإنساني لأن ربنا أخرج المرأة من الراجل مش الراجل هو اللي جيه من المرأة وآدم كان له وحده وجات له حواء مش حواء اللي كانت موجودة وجالها آدم يبقى آدم هو اللي جبل أولاً ورأسه النسيح والمرأة جبلت ثانيةً ورأسها هو الرجل وده النظام اللي حطه ربنا علشان كده لازم المرأة يكون لها غطاء للرأس ده حتى هتكون متشبهة بالملايكة الملايكة نفسهم بيغطوا رأسهم وبيغطوا عنيهم وهم بيصلوا تكونها بتغطي رأسها ده تشبه بالملايكة كمان مش تقليل من شأنها لكن لازم تكونوا فاهمين حاجة قوعوا كلامي ده يتفهم على إن الراجل أحسن من المرأة لأنه تخلق قبلها أو المرأة أحسن من الرجل لأنها تشبه الملايكة لا دي ولا دي ولا الراجل أقل من المرأة ولا المرأة أقل من الراجل في الرب لأن زي ما المرأة هي جات من الراجل اللي هو آدم زي ما كنت بقول لكم فما فيش راجل في الدنيا جه من بعد كده إلا وجه من أم يعني أخذ جسده من إمرأة فمن الآخر سواء رجل أو إمرأة كل الأمور بتخضع لله وجاية من ربنا في الآخر أحكمه حتى بالطبيعة وبالفطرة نفسها هل بيبقى شكل المرأة وهي بتصلي الربنا وشعرها مكشوف ده شكل يليق؟ ولا الأفضل الشكل الملائكي الأليق أن تكون مغطية لشعرها ولا حتى الطبيعة هي نفسها بتعلمكم هل الراجل اللي شعره بيطوله هل شكله يليق؟ ما عدا طبعا اللي بيندروا نفسهم أو المكرسين لكن لو راجل رخ شعره لأسباب تانية زي الانحرافات اللي عندهم في كورنسوس فبيكون شكله لا يليق لكن المرأة لو سابت شعرها أثناء الصلة بيبان شكلها كأنها بتتعاجب به زي الكاهنات الوثنيات فالأفضل إن هي تغطيه وقت الصلة ولو ببرع أما بقى لو في حد مصمم ياخد كلامي ده علشان يعمل منه خصمات ومناقشات ودخول في الجدال علشان يعمل انشقاقات فأنا شخصيا مليش عادة زي كده ولا أنا ولا كل الكنيس فناخد الأمور ببساطة كتنظيم للخدمة وليس تقليل من شأن أي حد عايز كمان أوصيكم بحاجة ما فيهاش متح ليكم بصراحة لإني سمعت إن انتو بتتجمعوا للأسوأ مش للأحسن لإني سمعت إن كل ما بتتجمعوا في الكنيسة بيبقى فيما بينكم خناءات وانشقاقات وبصراحة أنا بصدق اللي بسمعه ده لإني لازم يكون فيما بينكم أفكار غريبة علشان يظهر مين الإنسان الروحاني اللي هييميز الأفكار الغريبة دي ويبعد عنها ومين الإنسان الجزداني اللي هينصاق ليها ويصدقها لإني سمعت إنكم لما بتتجمعوا علشان تاكلوا وليمة الأغابي اللي قبل الأداس وبعد كده تحضروا الأداس إن فيه ناس منكم بتسابق بعضها مين يلحق ياكل الأول ويأكل كميات كبيرة لدرجة إن فيه ناس كتير بتوسط إنها تذكر وناس بتيجي ما تلحقش تاكل حاجة فبتفضل جعانة هو أنتو مش عندكم بيوت تاكلوا فيها إحنا جيين الكنيسة مش علشان ناكل إحنا جيين الكنيسة عشان نتقابل في وليمة محبة مع بعض قبل الأداس وعلشان ما تتعبوش من الصوم أثناء الصلاة إنتو تاكلوا وتسيبوا ناس تانية ما تلاقيش تاكل وتخجل أقول لكم إيه بس معقول أمدحكم لأ مش ممكن أمدحكم على الكلام ده لإني تسلمت من ربنا اللي هو أقدس من كده بكتير إن المسيح يوم خميس العهد ليلة مكانها يسلم أخذ خبز وشكر وكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي المقصور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري وأخذ الكاز كمان بعد كده وقال ده هو دمي اصنعوه كل ما تشربوه علشان تفتكروني وقص تحضر وسطيكم ويكون ده دمي الحقيقي لأن في كل مرة هتاكلوا من الخبز ده وتشربوا من الدم ده هتبشروا بموتي لحد دم يجي إذن اللي بيجي ياكل ويشرب بدون استحقاق من أول ما بيدخل وليمة الأغابي اللي هي قبل الأداس وبعد كده يدخل الأداس بقى وياكل من جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح بهذا الاستهتار يبقى شرب وأكل بدون استحقاق وده بيكون مجرم في جسد ودم النسيح لكن كل واحد يمتحن نفسه هو أنا بيأكل وبشرب باستحقاق ولا من غير استحقاق لأن اللي بيأكل ويشرب من غير استحقاق بيأكل ويشرب دينونة لنفسه لأنه مميز إن ده جسد ربنا مش مجرد أكل عادي وإن لازم نتقدم إليه بالياقة علشان كده في منكم ناس كتير ضعفاء وناس عينين وناس حتى بتموت لأننا يا ولادي لو كنا حكمنا على أنفسنا ما كانش اتحكم علينا لكن عايز أقول لكم إن حتى لو اتحكم عليكم بالضعف وبالعاية علشان ما ميزتوش جسد ربنا فده بيسمح به ربنا علشان يقدبكم وتفوقه بدل ما تدانوا في آخر العالم مع باقي العالم الشرير إذن الملخص لما تتجمعوا يا ولادي علشان تاكلوا لقمة الأغابي اللي قبل الأداس استنوا بعضكم بعض وإذا كان واحد جاع يأكل في بيته الأول قبل ما ييجي وبعد كده يكمل صيام وباقي الأمور اللي مليانة بالتقوس والتنظيمات ما ينفعش أكتبها ليكم لكن اللي بماجي هرتبها ليكم واحدة واحدة بسم الآب والابن والروح الكدوس الإله الواحد أمين ناخد في الإصاحة الحداشر تحدي من تحديات العصر ونسميه تحدي النظرة للمرأة في العالم الناس يا إما تنظر للمرأة نظرة دونية يا إما تنظر للمرأة إن هي ليها نفس دور الرجل والتنين انحرفين على النقيدين ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة ده اللي قاله كديس بوليس الرسول في هذا الإصحاح وقال شبهها في غلطية ثلاثة ثمانية وعشرين ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس زكر وأنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فالمرأة قطعا ليست أقل من الرجل هي مساوية لي تماما في القيمة من أول الخليقة ربنا قال في سفر التكوين إنها معين نظير الرجل وكمان قال خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنسى خلقهم يعني الإنسان في فكرة الله هو الزكر والأنسى على قدم المساواة كمان جبر ربنا حوى من ضلع آدم مش من رأسه عشان ما تكونش مرتفع عنه ولا من قدمه علشان تكون أقل منه لكن من قلبه لتكون قريبة له ومساوية لي نلاقي كمان العهد القديم بالرغم إنه 2000 و3000 سنة قبل الميلاد الأحداث بتاعته إلا إنه يعظم من دور مثلا مريم أخت موسى ويسميها مريم النبي وشفناها بتقود الشعب في الترنيم وفي النشيد شفنا دبورة القادية وشفنا أستير ورعوس ويهودت وطبعا فوق الكل أم النور العدرة مريم اللي مهما نوصل أي رجل حتى من قداسة العدرة مريم تسبقه في الإنجيل في الكنيسة في الصلاة في التسبحة في المجمع تيجي العدرة قبل الكل قبل حتى لأي كاهن أو قديس شفنا كمان المسواة في الحقوق وإزاي إن قصة بنات سلفحاد اللي موجودة في سفر العدد بتظهر إن ربنا بيدي للرجل وللمرأة نفس القدر من الحقوق في الأرض أو في الميراس بالرغم إن ساعتها موسى نفسه بثقافته الفرعونية اللي خارج بيها من مصر كان فاكر إن الرجل فقط هو اللي يورس في الأرض لكن لما لجأ لله وسأله إن بنات سلفحاد ملهمش إخوات ولاد فإزاي هيارسوا في الأرض ربنا قال له يارسوا زيهم زي الأولاد لأن ليس لهم إخوات زكور شفنا كمان إزاي السيد المسيح نفسه في العهد الجديد تعامل مع المرأة بمنتهى الاحترام بل في مرة دخلت إمرأة فضلة وسكبت الطيب على قدم السيد المسيح طلعها أفضل بكتير من اللي قاعدين حواليها كلهم رجالة بشنبات لكن هي فائت الكل ولمهم هما وطوبها هي لكن من الناحية التانية أحبائي زي ما في البعض بيقلل من شأن المرأة وده إحدى تحديات العصر فاللي واضح أكتر في هذا العصر ليست تقليل من شأن المرأة ولكن محاولة إعطاء الرجل والمرأة نفس الأدوار الرجل ومرأة متساوين في القيمة لكنهم مختلفين في الأدوار وده طبيعي حتى الطبيعة بتعلمنا ذلك زي ما الآية اللي موجودة في الإصحاح ده بتقول واضح أن الرجل ليه صفات جسمانية وتشريحية مختلفة عن المرأة كذلك حتى بالعلم الحديث اتعرف أن تشكيل العقل والمخ والأعصاب وحركة الكيميا اللي جوه المخ مختلفة عند الرجل عن المرأة والقدرات والعاطفة والنفسية والاحتياجات والميول والنزوع والقدرات وبالتالي فمع الاحتفاظ بالمسواف القيمة لكن يوجد اختلاف في توزيع الأدوار يعني مثلا دور الرجل نقدر نلخصه في ثلاث كلمات أولا to lead يعني القيادة رقم اثنين to afford يعني الاتاحة رقم ثلاثة to protect يعني الحماية والأمان to lead to afford to protect ده دور الرجل جوه الأسرة مثلا ولما بيقوم بهذه الأدوار بيشعر أنه بيحقق ذاته وكيانه واحتياجاته ومسؤوليته من ناحية التانية المرأة ليها أدوار أخرى يعني المرأة فيها الأمومة وفيها التعاطف وفيها التدبير وفيها الاحتمال وفيها التضحية فبيكون بذلك انسجام ما بين الدورين في الأسرة الوحدة أو في المجتمع الواحد لكن زي ما حاصل عند القديس بولس في كرونسوس في هذا الإصحاح يتكرر الآن كتحدي من تحديات العصر فالبعض يريد خلط الأوراق ويعطي للرجل دور المرأة ويعطي للمرأة دور للرجل وينادي بالكهنود للمرأة وينادي بتغيير الجنس للرجل وغيره وغيره من اللي ممكن يهد كيان الأسرة بل والمجتمع بل والاتزان النفسي لدى كلا الجنسين جميل القديس بولس الرسول بالوحي المقدس لما يوصف دور الرجل والمرأة في رسالة أفاسوس والإصحاح الخامس لما قال أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة علاقة الزوج بالزوجة أو الرجل بالمرأة داخل الأسرة الوحدة تشبه علاقة المسيح بالكنيسة الكنيسة تربي أولادها والمسيح مسؤول عن قيادتها المسيح يحبها ويبزل نفسه من أجلها وهي من الناحية التانية تخضع له وتعمله مطنيات كمان عمر ما المسيح زل الكنيسة حاشة بمحبته لها والعمر الكنيسة استخسرت حاشة إنها تخضع لي الكنيسة هي جسد المسيح اللي خرجت من جنبه على الصليب والمسيح رأس الكنيسة وقائدها هو بزل دمه من أجلها وهي تقدم دماء أبنائها من أجله بهذا التناغم تستقيم الأسرة ويستقيم المجتمع ولكن تحدي هذا العصر هو خلط الأدوار دور من ألعاب الشياطين اللي عايزة تهد المجتمع اللي النواه بتاعته اسمها الأسرة واللي النواه بتاعت الأسرة اسمها الأم أو المرأة